تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن عيسى بن سلمان الخليفة وزير شؤون الديوان الملكي بمناسبة نجاح إطلاق أول قمر صناعي بحريني مشترك مع الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة يحمل اسم ضوء واحد ووصوله إلى محطة الفضاء الدولية وأكد سمو وزير شؤون الديوان الملكي في برقيته أن تحقيق هذا الإنجاز الوطني الطموح بقدرات وكفاءة وطنية مخلصة من منتسب الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء يجسد رؤى وتطلعات جلالته في تنمية الكوادر الوطنية وتهيئتها للانتقال بها إلى مرحلة عصر التكنولوجيا والتقدم العلمي ومجالات علوم الفضاء وأشهد سموه بجهود وإسهامات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى في تحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير الذي رفع اسم مملكة البحرين لتتبوأ مكنتها وتأخذ دورها في مجال علوم الفضاء ومعرفة أسراره والاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة داعيا سموه المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويديم عليه موفور الصحة والعافية وطول العمر وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات في عهد جلالته الزاهر اشتركوا في القناة